سنة عندي تساؤل كبا يا أنوار معلش من أول لما شفت البرومو والموضوع جي في دماغ أنا عارفة أنوار ملوش في الحيوانات يا لا يا هوي أنا عارفة لأ أنت ما بتحبش الحيوانات يعني سبتي كل حاجة وقوتي الحيوانات تبقى القصة مبنية على كده أنوار أنا كان في دماغي اللي كنت متخيله في قوتي الحيوانات إنه الدنيا في كلبه قطة يعني في القرية ده في أسد ودي مرعبة بالنسبالي يعني برضو الحاجات دي مش سهلة يعني القرد بالنسبالي ده كان مستحيل البغبغان كان صعب بالنسبالي لقيت أسد ونمر و أنا عارفت شوية كواليس مش أقولك عارفتها من نم بس هسألك فيها المشهد بتاعي الكلب اللي طلع لك رزمتير فلوس قال عارفتني الكلب ده كان هيعضك كان هيعضني أنا فاكره كلب عادي أنا فاكره كلب بلدي أصلا أنا فهمت بعدها هنبي ده منظر بلدي لا مش بلدي يعني اللي هو بيبقى قريب اللي هو مش عاب بيسموه جيرمان جيرمان يعني القريب مننا اللي بيتربى في البيوت وبتاعه حل عرفت بعد ما خلصت المشهد إنه ده من أخطر أنواع الكلاب ده اللي هو ممكن بيقوله بيحارب أسد حاجات كده أنا مفهمهاش بس هو خطر ويتواقفتوش خط فيه لا أنا وقفتوش خط فيه أنا بص اللي حصل قبلها أصلا أنا معاه حتى هو المدرب بتاعه وهم مضربينه على فكرة إنه هو يمد ويطلع رزمت الفلوس فأنا مبهور بيدي جد قالولي خد بالك وإنت بتزعق له ممكن يهجمك فأنت هتعمل إيه؟ ممكن يهجمك آه هو مش هيقوله الحقيقة بالزبط يعني فقالتولهم ليه وبتاع قالوله ده شكله طيب وبتاع قالولي لا ما تقلقش ده إيه هو ممكن يهجمك بس إنت إيه هتزعق كأنك بتلعب زعق له وبعدين إيه ادي له يعني الهداية دي تريتس دي ماشي؟ حيال فزعق وديهيله كأن أنا كل ده لعبة زعق وديهيله عشان لما نيجي في التصوير زيق بقى كانوا يعودك في الآخر لا أنا جيت غصبة عننا هما كل شوية بيخشوا المخرج مثلا نقولي حاولوا تزبطوه كده عشان كادر حاولوا تعملوه مش عافية فأنا جيت في النص اختصارا للوقت لأنه مش عادي خدتها جملة طويلة قلت 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 وبعدين أنا عايزه إيه؟ الناس بتشوف الحاجة في التلفزيون كاملة أنا بقول له مثلا إيه؟ هو أنت فاكر أنه إحنا مش عارف إيه إحنا قتل محترم بتاع وبعدين أنا راح أقول له إيه؟ مش عايف كان يسمه إيه كده أقول له هات الفلوس مش عايف كان بيقول لي إيه كلمة كده يعني هاتها ماشي؟ فأنا إيه؟ أمثل أمثل بجد وبعدين أقول له هاتها للكلب بعيز هو لما يجيبها يجيبها فأنا أرجع أمثلتين أقول إيه دا لأ هو حضرتك أنت فاكرني بكل فلوس فهمها هي صعبة جدا على فكرة إن أنا بديله أردر وبعدين كده رجع أمثل تاني فأنا إيه؟ عملا أديله الأردر فشو ألاقي الفلوس فأرجع أزبطها تاني وأرجع أكمل فأنا بمثل وأديله رد الفعل فجيت في حتة هو أتعاوك كده نام برحته كده فأنا بعدله أنا معرفش إنه ما ينفعش ما أنا فسخنته بقى كأنه حبيبي بقى صحب تصحبت عليه بعدله راح بيعمل والله العظيم كان هياخد إيدي يعني فهمها؟ أنا لقول له إنه إيه؟ عمل كده راح تاني قال نو نو لقيت الدنيا لمت حوالي وقال له مش قلتلك هو فقل قلت له هو خطر قال لي ده خطر جدا مش خطر عادي لا وكلب كده ماني مركزه في الشاشة لا وهو كمان من هو بيشرس لا وكلب بتفهم الواحد وهو بيزعق بتفهم التون إن أنت بتزعق وهو ما بيفهمش خالص فكرة إنه إحنا بنمثل أو بنهزر هو ما انتعدتوا الموضوع دك